أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المرءين بعليهم والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا عب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رسقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على أدنب ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قرورهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابهم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول وآمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كان يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزل بهم ويبرئهم في طريانهم يعلمون أولئك الذين اشترضوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقظ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الضفراشا والسماء بناءا وأنسل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نسلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقوبها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما نسقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رسقنا من قبر وأطور به متشابها ولهم فيها أسواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحن أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقبون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وقنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يرقيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال رديك للملائكة إني جاعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن ونأني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال لأميم أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم نقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تمدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكمر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وسوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأسل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقون ومتاع للاحين فتلقى آدم من ربه كلمات من فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بطول منها جميعا فإما ما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأغفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنسلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتكون ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتم الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأكعوا مع الراكعين أتأمون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضبكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدم ولا هم ينانصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسرعونكم سوء العذاب يذبحون بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا معسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتجلوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيطة وأنتم تنظرون ثم ما بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنسلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رسقناكم وما ظلمونا ولكن وكانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منا حيذ شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حرقة نغفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنسلنا على الذين ظلموا لجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلوا لبعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل الناس مشربهم كلهم واشربوا من رست الله ولا تعفوا في الأرض مبسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تهبط الأرض من بقلها وقفائها وخلها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا النصار والصبيين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم لقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسنين ولقد علموا الذين اعتدوا منهم بالسبد فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكلم بين يديها واخلفها موعزة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوانوا بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لو هاتصوا الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تتيل الأرض ولا تسعم حرك مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئد بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قدروا نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتون فقلنا اقربوه ببعضها كذلك أيها الله الموتى ويليكم آياته لعلكم تعقلون ثم مقصت قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو شد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه لما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعض من بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله علي إن يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخذف الله عهده أن تقعدون على الله ما لا تعلمون بلى من أن تسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب جنت هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذ القرب واليتام والمساكين وقولوا لله حسنا وأقيموا الصلاة وآدوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم مسارا تبادوهم وهو محرم عليكم بخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشترضوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم المنصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا من كذبتم وفريقا من تقتلون وقالوا أقضنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون ولمما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمما جاءهم ما عرفوا كفروا بي فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنسل الله بغيا أن ينسل الله من فرده على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنسل الله قالوا نؤمن بما أنسل علينا ويكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم ارتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فاقتم الضر خذوا ما آتيناكم لقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأثركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يرج أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهذا البشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل قال بإن الله عدو للكافرين ولقد أنسلنا إليك آيات بينات وما يكفو بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم من أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوهوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر ويعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب لها رغط ماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم لطالدين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضمهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا اوزرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أينا سأل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له منذ السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآت الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزء ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله الوشرق والمغرب فأينما تولي فتم وجه الله إن من الله واسع عليم وقالوا ابتخذ الله ولدا سبحانه بله ما في السماوات والأرض كل له قاندون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقوم له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ومتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إننا أرسلناك بالحق بشير ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين أعطيناهم كذار يطرون وحق تناوته أولئك يؤمنون به ومن يكون به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل الزوم عمتي التي أنمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما هل كفروا فأمتعه قليلا ثم أطبوه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع الله إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآلنا مناسكنا وتب علينا إنك أندى التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنهم في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أنمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا هدن أو نصارى فهددوا قبل ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنسل إلينا وما أنسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ضبهم لا نفرح بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا إذن ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم إنما كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عن من ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون